ليست بعيدة عن المدن لكنها في قلب الأحياء السكنية تلك إذن هي مشكلة مخلفات القمامة هنا في أحياء منطقة البيطرة والفيوش بمديرية تبن في محافظة لاحج حيث أضحت أكوام المخلفات آخذة في التوسع وتضييق الخناق على منازل السكان يومياً متسببة بمشكلات عديدة للأهالي ومتعب مستديمة طبعاً أكوام القمامة في كل ركن في كل شارع في كل زغط موجود داخل المنطقة يعتبر متواجد القمامة هذا سبب أول حاجة عرقلة سير السيارات المتنقلة بسبب إغلاق بعض الطرقات سببت مشاكل مع القيران سببت مشاكل من الأمراض المنتشرة حالياً مثل الإسهالات الحمى الكوريلا سببت عدة مشاكل ارتفاع معدل مرضى الحميات والملاريا والكوريلا وسط الأهالي بات لافتاً خلال السنوات الأخيرة وهي مشكلة يرجح الأطباء بأن تكون النفايات المتراكمة في المنطقة السبب الأبرز خلف زيادة الإصابات إذ سجل أحد المراكز الصحية في المنطقة أكثر من مئة حالة إصابة بالإسهالات بين المواطنين خلال شهر إبريل الماضي نقود القمامة بشكل دائم نتيجة عدم انصرافها أو صرفها إلى أماكن الصحية يؤدي إلى انتشار الأوباء والأمراض في هذه القنوة أو في هذه المدن أو في هذه الأحياء طبعاً نحن استقبلنا العديد من الحالات في شهر إبريل تقدر بحوالي 100 إلى 130 حالة ما بين إسهال ماي ودموي وأرسلنا بعضها إلى جهات الترصد في المديرية لعمل الفحوصات اللازمة بين تفشي الأمراضي وغياب الحلول تظل مشكلة التلوث البيئي في المنطقة الهمة المؤرقة لسكان ومعه تزداد نسبة الخطر على حياة المواطنين حاضراً ومستقبلاً خاصة في ظل تزايد انتشار النفايات ووصولها قرب أحواض المياه والأراضي الزراعية سامح عبد الوهاب قناة بلقيس محافظة لحش